بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعمل الصالح قرينان اذا ذهب احدهما لم ينفع الاخر فاذا ذهب العلم لم ينفع العمل لانه يكون على جهد وعلى غير هجم ويكون هدعا ومحجفات وضلالة واذا ذهب العمل ونقي العلم ايضا يكون لا فائدة في العلم لان خمرت العلم العمل والله جل وعلا ارسل رسوله للهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النامع ودين الحق هو العمل الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالامرين مكترينين لا يغني احدهما عن الار والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اخبر عن المستقبل وهذا مما اطلعه الله عليه ليغبر به الناس وإلا الغيب لا يعلمه إلا الله ولكن الله يبلع رسله على أشياء من الغيب لأجل تنبيه الناس ولأجل الدلالة على صدق رسالتهم فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن العلم سيقضل في آخر الزمان كما يأتي بالحديث كيف يقضل العلم المعنى إن العلم نفسه يرفع لا الكتاب يبطى والقرآن يبطى والسنة تبطى والكتب تبطى بين الناس ولكن يقضل العلم بموت العلماء يقضل العلم بموت العلماء أن العلم لا بد له من حمله يبينونه للناس ويقلونه للناس ويوضحونه للناس فإذا قبض العلماء الذين يبينون للناس ويعلمونهم ويفكرونهم فحينئذ يقضل العلم قبضي أهله فهذا قبر معناه التحذير للناس من أن يتساهدوا في طلب العلم والحرص عليه لأجل أن يبقى ببقاء العلماء ويستمر ببقائهم ما إذا أعرضوا عنه يتساهدوا فيه إياه حينئذ يقضل تحذير حينئذ تحذير 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 وعندنا لنبيه رضي الله عنه ذكر النبيه سيحا فقر لا تحذير وعندنا فالعلم قل بلا أهتم الله وكيف لنه ونحل 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 قل بلا وعندنا ووغرقه عقل أمنا منا وكذن يوم الكيامة وقال لنه من أمو نص في المدينة ما صة الله لدن وعندنا وخير لنه نعم هذا الحديث يبين أيضاً كيف يقبض العلم يقبض العلم أولاً يقبض العلماء ثانياً يقبض العلم لترك العمل إذا ترك الناس العمل قبض العلم لأن العلم إنما يزفو ويزيد ويبارك فيه مع العمل به أما مجرد أن الإنسان تعلم ويحفظ ولكنه لا يعمل فهذا لا يفيده العلم شيئاً ولا يكون للعلم وجود بدون العمل فكما لكرنا أنه ما قلنا إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر إذا ذهب العمل بالعلم ذهب العلم وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة لهذا الحديث فإن زيادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنسنا نقرأ القرآن ونقرئه لأبنائنا ويقرئه أبناؤنا لأبنائه ظن رضي الله عنه أن قراءة القرآن وتدارسه وحفظ القرآن أن هذا يبطي العلم يبطي العلم هذا لا يبطي العلم إذا لم يكن هناك عمل تذهب بركة العلم يذهب نور العلم ويذهب نمو العلم وزيادته بذهاب العمل ثم ضرب مثلا ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا لبني إسرائيل بني إسرائيل عندهم علم عندهم التوراة يتعلمونها ويعلمونها عندهم الإنجيل يقرؤونه لكنهم لا يعملون به لا يعملون بالتوراة ولا بالإنجيل فرحل عنهم العلم العلم ليس مجرد علم الدافرة وعلم الحذر وإنما العلم للعمل العلم للعمل والعلم إنما نزل من أجل العمل العمل فالعلم وسيلة والعمل غاية هو المطلوب فإذا ذهبت الغاية لم تنفع الوسيلة وقوله فكيلتك أمك من أصل أن التكل الفقر الأصل أن هذا دعا عليه بالموت فكيلتك يعني فقدتك بالموت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا المعنى وإنما هذا نفض صار يجري على اللسان من غير قصد لمعناه كما قال لمعاد فكيلتك أمك يا معاد الرسول لم يدعو على معاد وإنما قال كلمة تجري على الألسل فإذا يتبين لنا أن العلم يفقد بأحد أمره أو بالأمرين جميعا الأول فقد العلماء الذين يبينونه للناس ويوضحونه يفسرونه ويبقى جهال لا يعرفون معاني العلم ويتكلمون بجهل لا فائدة هؤلاء قرى كما جاء في الحديث كما جاء في القول ابن مسعود كيف بكم إذا كثر قراءكم وقلف قهاءكم هؤلاء يسمحون مجرد قرى هذا الأمر الأول الأمر الثاني فقد العمل فقد العمل بالعلم فلا يبقى للعلم فائدة حينئذ وإنما يكون للتباهي به والريا والسمعة بدون عمل نعم وعليم سعود رضي الله وعليم سعود رضي الله وعليم سعود رضي الله وقال عليه من علم قبل رضي الله وفوضوا that وعليكم من علم فإذا أبداكم لا يجري أن يستطعوا إليه هذا من كلام لمسهود رضي الله عنه قول عليكم بالعلم قبل أن يقضى أي تعلموا إن العلماء ما داموا موجودين بينكم تحملوا أو احملوا العلم عنهم لأن العلم إنما يوقع عن العلماء وعن حملته لا يوقع العلم من الصحف والكتب أو من الجهار والمتعالمين إنما يوقع العلم عن أهله الحاملين له فالعلم جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم متوارثا يتناقلوا أهل العلم جيلا بعد جيل فعليكم بطلب العلم من أهله قبل أن تفقدوه ولا تجدون من يعلمه ثم إنه حتى على نكتدى بالأقدمين عليكم بالعتيق يعني بالقديم لأن كل ما ارتفع في الجمال وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن سابعين فإنه يكون أقرب إلى الصحة وإلى شبوط وعدم الدخيل فعلم السلف لا شك أنه هو العلم الصابع أما علم الخلف دخله ما دخله منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح وظلال وكثير بعد القرون المفضلة دخلت الأموم في المسلمين وانتشرت الفرق وأهل الأهواء أما في وقت القرون المفضلة كان العلم صافيا لا دخيل فيه وكان خراسا أمنا عليه فكل ما تقادمت من القول فهو أقرب إلى الصواب فعليك بعلم السلف هذا معنى كلام بمسعود رضي الله عنه عليك بعلم السلف أولا حثك على طلب العلم من أهلك وثانيا حثك على أخذ العلم القديم لأنه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد السلف قد دخل كثير من الأموم التي شابت العلم وللإمام الحافظ رحمه الله رسالة جيدة بيان فضل علم السلف على علم الخلف جيدة جيدة في هذا الموضوع لأن فيه من أهل الضلال من يفضل علم الخلف على علم السلف يقولون أن الخلف أدرى وأكثر أكثر فهما وأغزق علما من السلف والسلف عنده أنهم مجرد عباد ومجرد يقولون أن شغالهم بالجهاد ما تفرهوا للعلم ويقولون ويقولون يزهدون في علم السلف والسلف ما كانوا يستعملون العقل والخلف يستعملون العقل ويفكرون فيقولون من هذه الشبهات فورحمه الله في هذه الرسالة أجاد وأخذ وبين فضل علم السلف على علم الخلف في من يقول أن علم الخلف أن الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم فقط السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم وقد كذبوا بهذا فإن السلام لا تكون إلا مع العلم والحكمة كيف يكون أسلم وليس عندهم علم ولا حكم التناقض ثم إنه رضي الله عنه نهى عن التعمق كثرة إشقيقات كثرة كثرة الكلام العلم ليس بكثرة الكلام العلم بالتأطير ولذلك كان كلام السلف أقل وأكثر علما أقل لفظا وأكثر معنا هذا مما ذكره الحاغم بالرجل أن السلف كانوا أقل كلاما ولكنهم كانوا أقزر علما وفائدا والخلف على العكس أكثر كلاما وأقل فائدا فهذا معنى قول ابن مسر ترك تشقيقات والجدليات والافتراضات والإقبال على تفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الاعتماد على فهم السلف الصالح صحابة والتابعين وقرون المفضلة والأئمة الذين اتبعوهم نعم ومسلمين عنه ومسلمين عنه ومسلمين عنه ومسلمين إن الله لا يحب العلم التجاعة لن تجعله من الرجاء ولذلك يحب العلم بفضحه لما أداء إلى نمي القعام وانتقل الناس وقرونه وقالا فسؤلوك أسعروا لي جائمين وظلوا وظلوا بقي في كلام ابن مسعود رضي الله عنه مسألة مهمة هو أنه يقول بطلبة العلم حصلوا العلم من أصوله لأنكم ستحتاجون إليه وسيحتاج إليكم الناس فيكون عندكم أهلية يكون عندكم أهلية لحل ما يعرف من المشكلات الإنسان الإنسان اللي ما عنده أهلية إذا جاءت المشكلة والمعضلة تحير وإن كان من قبل يدعي العلم ويدعي المعلم لكن إذا جاءت الملمات الصعبة لم يثبت إلا أهل العلم الصحيح والمتعارمون يكون عندكم استعداد لحميه إما مشكلة عامة وإما مشكلة فردية قد يبتل بعض الأفراد بمشكلة من يحل مشكلة إلا أهل العلم مشكلة طلاق مشكلة ميرات مشكلة من المشاكل مشكلة عبادة لا يحلها إلا أهل العلم والبصيرة هذه مشكلة فردية أو مشكلة جماعية تهم المجتمع المسلمين وكثيرا ما تحصل مثل هذه الأمور يحصل مشكلات عامة للمجتمع من يحلها إلا أهل العلم بصيرة معرفة عليكم بالتأهل لهذه الأمور حتى إذا حلت يكون عندكم استعداد لحلها والخروج منها نعم مستحيل ومستحيل ومستحيل يعجل من قطرها إن الله لا يفضل علم التزاع لنجعهم من العباد ولا يفضل علم بمعرفة العلماء حتى إذا لم يفضل وستقل الناس رؤوسا من حالا فالذيه فأسهل وليعلم وغلوا وعطلوا هذا الحديث في الصحيحة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يقبض العلم ليس معنى قبض العلم إن الله يرفع العلم ولا يبقى في الأرض علم لها العلم كتاب السنة والحديث وكلام أهل العلم موجود في الكتب لكن يقبض العلم بموت العلماء وهذا أحد الأمرين الذين ذكرنا سابقاً أن الله يقبض العلم بقض أهله وحملته الذين يبينونه للناس فإذا ذهب هؤلاء فإذا ذهب هؤلاء حل محلهم أناس متعالمون جفان يدعون العلم تعرض عليهم المشكلات والمسائل فيفتون بغير العلم ما عندهم علم ولا استعداد وهذا ما سبق في كلام ابن مسعود أنه يستعد للمستقبل فإذا جاءت المشكلات وليس هناك علماء وين يروحون للمسعود وين يروحون للكره يروحون للكره والمتعالمين فيفتون بغير العلم فيضلون لأنهم أفتوا بغير العلم ويضلون غيرهم يحصل منهم جريمتا بأنفسهم وبغيرهم إذا لا يتجوز الفتوى بغير العلم لا يجوز التخرص لا يجوز الاعتماد على الظن يشوفون منصره وظيفة يظنون لأنه عنده علم يشوفون قاضي مثلا المعروف أنه لا يجعل قاضي إلا وهو متأهل يسألونه ويفتيهم بخطأ لأنه لا عنده علم ولا تأهد يشوفون همام مسجد أو خطيف منبا يجوون يسألونه ويفتيهم بغير علم رؤوس جهان رؤوس هم يذهب لأي أحد يقول للرؤوس هم ظنة العلم لمناصبهم لكنهم لم يستعدوا ولهذا جاء في الحديث تعلموا قبل أن تسودوا تعلموا قبل أن تسودوا يعني قبل أن تتولوا المناصب والمراكز تعلموا قبل أو قبل أن تسودوا نعم بعض 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 اشتركوا في القناة 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 ولا يبانون بالحلال والحرام وانما يجارون العالم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يبانون الاسلام ويقولون هذا هو الاقتصاد العالمي يتحجرون الناس اقتصاد العالمي اتحر الشرع هو الاقتصاد العالمي لا ينظر إلى التحريم تحريم اللباء تحريم الزشوة تحريم القمار تحريم الغش البيع والشراء ما ينظر إلى هذا وهم يقولون أنهم مسلمون يتعاملون بغير معاملة الإسلام فمنهم من هو ليس على الإسلام أصلا مشرك خارج عن الدين بشركة ومنهم من هو مسلم لكنه ضعيف الإيمان ضعيف الإسلام عنده إسلام ضعيف عنده إيمان ضعيف وعمله غير صحيح عمله بالبدع والمحدثات هو غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وأدهى من ذلك بعد الشرك أن من الناس من لا يصلي هو مسلم لكن ما يصلي يقول مع ناس ما يصلي ما لم يصلي إسلام بدون صلاة وين الإسلام؟ طرف الصلاة فخر مخرج من الظلة فكثير من الناس لو أنك دققت النظر في العالم الإسلامي إلا من رحم الله وجدتهم من هذه الأصلاة لم يبقى إذن من الإسلام إلا اسمه قلون نحن مسلمون لكن مسلمون بالاسم لا بالحقيقة لم يبقى إذن من الإسلام إلا اسم ولا من القرآن إلا رسمه قرآن موجود في المصاحف محفوظ ما غير من شيء كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فرسمه موجود ولكن معرفته والعمل به ما فيه مفقود إلا من رحم الله ليس القرآن المراد من القرآن شفه أو تلاوته أو تجويده أو مقصود من القرآن تدبره والعمل بما فيه فإذا ذهب التدبر ذهب العمل بالقرآن لم يبقى إلا المصاحف فقط المصاحف موجودة أو محفوظ في الصدور لكن ماذا يجري مثل الإنسان مثل الإنسان اللي معه سلاح لكن ما يحسن يستعمله إذا عدى عليه السبع أو عدى عليه العدو وهو مع سلاح لكن ما يحسن استعماله يفيد هذا السلاح شيئا ما يفيده شيئا لأنه ما يحسن استعماله أنا يعارف له أو السلاح مسند عنده بالبيت عنده أفتك الأسلحة بالبيت لكن ما يحسن استعماله يدخل عليه اللصوص ويأخذون ما عنده أو يفتكون بعرض وحريمه أو ما يستطيع أنه يقاوم السلاح عنده لكن ما يفتكون هذا مثل وجود القرآن عنده ناس ما يعملون بالقرآن ولا يفتكون معاني القرآن إنما مجرد تلاوة تحسين أصوات في القرآن ترنوا في القرآن بدون عمل وبدون فهم وتفهم في معانيه لم يبقى إذا من القرآن إلا رسمه في المصاحب مساجدهم عامرة ويقراب من الهدى هذه صفاته يبنون المساجد يشيدونه ويزحرفونه وكذا هو فيها لكن هي صراب من الهدى ليس فيها دكر لله ليس فيها تدريس للعلم بل ليس فيها صلاة هذا المساجد يغلق ما يصلى غير يصلي وقت ما يصلى الفجر ما يصلي إلا قليل أو يغلق المساجد هذا واقع موجود الآن فالمساجد خربت من الهدى لكن عامرة في البنيان ومسلع لكن من الهدى أكثرها خراب خراب من الهدى الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله هذه عمارة المساجد في بلوث الأنين الله أو أن ترهع ويذكر فيها اسمه شوف يذكر فيها اسمه يسبح له في هذا الهدو والآصال رجال لا تلعيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما فتقلبوا فيه القلوب والأوصل هذه المساجد العامرة حتى ولو كان عمارها من أدنى شيء لو كانت من العشش إذا كان عامرة من الهدى والنور هي معمورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائما على جذوع النحر وعلى الجريد وكان المطر إذا نزل إذا نزل المطر ينزل إلى تاخل المسجد ويسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الطين يسجد على الطين ليس فيه كهرب وليس فيه مصابير وليس عليه أبواب حتى تدخل الكلاب تدخل الكلاب ما عليه أبواب وكان هو منارة الدنيا هذا المسجد هو منارة الدنيا وهو الذي شع منه النور العالم وهو الذي خرج منه الأبطال المجاهدون في سبيل الله وخرج منه العلماء الأحبار ها المسجد هذا وهو عماره مثل ما سمج جريد وأعمدته من جذوع النحر وجدرانه من الحجارة المصفوفة هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا العبرة ما هي بالبنيان وضخامة البنيان العبرة بما يحطل في هذا المسجد من العبادة والتعليم والنور هذه العبرة نعم نفس العلماء علماء شرما تحت هديم السماء لأنهم لا يقولون كلمة الحق ويتابعون هوى الناس يفتونهم بما يصلحنهم ولا يزعلون الناس ولا يزعلون المسؤولين يفتون الناس بما يصلحنهم ويتلمسون لهم الرخص ويقولون واسعوا للناس لا يقولون عنهم لا تحجرون ما يفتونهم بالحق ويفتونهم بالعلم استحيل فهم شرما تحت هديم السماء وإن كانوا علماء الله شبه مثل هؤلاء بالحميد والكلام قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الشماء يحملوا أصفار قال تعالى واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلها منه فأتبعه الشيطان فكان من الغرب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلف كمثل الكلف عالم مثله كمثل الكلف عالم مثله كمثل الشماء اللي يحمل الكتب ولا يستفيد منه لا حول ولا قوة إلا منه هؤلاء هم شر من تحت قديم السماء منهم ظهرت الفتنة وفيهم تعوف يفتنون الناس يصرفون الناس عن دينهم يفتنونهم بأن دعا غير الله والاستغاثة بغير الله هذا هو الدين وهذا هو الإسلام وهذا الذي عليه المسلمون وينسون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود وصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هؤوا علماء الضلال يقولوا لا هذا هو الإسلام ولما يعمل هذا ليس بمسلم وهذا خارجي يسمونه من الفوارج هذا علماء الضلال وهؤلاء هم أشد خطر على المسلمين لأن الناس يقتدون بهم ويصدرون عنهم وفعلا سمعنا من يقول لو كان دعاء الحسين والبدوي لو كان شركا ما سكت العلماء الذين حوله ولم ينهوا عنهم فصاروا هؤلاء المساكين بدمة هؤلاء العلماء الضالين نعم وقال ربما الله تعالى فشديد يعني التحليم من طلب العلم ما هو من أجل العمل وإنما من أجل المرأ والبدال والظهور هذه مصيبة ذات نعم من تعذرنا للموء الله والله وعلى أرسل الله وعلى أرسل الله من طلب العلم الامتالي في يومنا أرسلنا للمسلمنا ويرضعنا فيه ومن نفسي لي فأذره الله النار وراءه من مريك نعم من شاءت نيته في طلب العلم صار من أهل النار وذلك أن يتعلم العلم من أجل أن يجاري العلماء يصير مع العلماء صفهم ويعد من العلماء هذا قصده أو ليماري السفهة يجادل به السفهة ويترفع عليه أو لأجل يطرق وجوه الناس إليه ليعظموه ويقدروه ويجلوه يقولون هذا هو عالم إذا كان هذا هو قصد طابد العلم فإنه من أهل النار لأن العلم لم ينزل بذلك إنما نزل للعمل الصالح والإخلاق لوجه الله والتواضع ونفع الناس هذا هو قصد من أجله العلم نعم وعلى الإيمان رضي الله ورحمه الله ما ظل طولك على ختبنا وعيني إنا قل من جلال ومنها أرده تعالى ما ظلنا بإينا من جلال بل موقعه النقيمون ورحمه النقيم ورحمه النماجة نعم هذا فيه أن الناس إذا تركوا العمل بالعلم تركوا العمل بالسنة فإنهم يبتلون بالضد تلوون بالضد بدل العلم النافع يبتلون بالجدل المخاطمات بينهم والجدال بينهم والانشغال بالجدل بدون عمل وبدون شيء عقوبة لهم وإذا تركوا الثنة ابتلوا بالبدعة ابتلوا بالبدعة والمهدثات عقوبة لهم الواجب على المسلمين عموما والعلماء وطلبت العلم خصوصا الواجب عليهم العمل والإخلاص لله عز وجل والحذر من البدع والمهدثات وإلا فإن الله سيعاقبه يعوضهم عن العلم الجدل الذي لا فائدة فيه إلا المغالطات والمهاترات ومحبة الغلبة والظهور على الخصم هذه عقوبة وإذا تركوا السنة امتلوا بإحياء البدع والمهدثات كما هو واقع كما هو واقع مشاهد نعم أعد لما أنزل الله خوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون قال المشركون نحن نعبد الملائكة ونعبد عيسى بن مريم فإذا كان هؤلاء سيدخلون النار معنا إذا كان عيسى بن مريم والملائكة يدخلون النار معنا فنحن معذورون أو ما هو بهذا المعنى فأنزل الله قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلات هم يعرفون إن هذا باطل وإنما قصدهم الجدال دفع الحق فقط ولما ضرب ابن مريم مثلا لما قالوا إن ابن مريم يعبد من دون الله هل يكون من حصب جهنم قالها المشركون لما سمعوا هذين قالوا ابن مريم يعبد من دون الله هل يكون من حصب جهنم هم يعرفون إن عيسى عليه السلام إنه رسول الله وأنه ينهى عن عبادته ولم يرضى بذلك ينهى عن الشرك ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي ورب فهم يعرفون إن عيسى عليه السلام رسول الله وأنه لم لم يأمر بأن يعبدوه من دون الله ولم يأمر بالشرك وإنما أمر بالتوحيد لكن يريدون الجدل مهر ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم حصمون أصحاب خصومة يريدون التغلب بالباطل فهذا دليل على أن من ترك الحق يبتل بالجدل هؤلاء لما تركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من إخلاف التوحيد إنكم وما تعبدون بالدون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها جفيهم وهم فيها لا يسمعون قال بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون ومن أولى هؤلاء عيسى بن مريم عليه السلام سبقت له الحسنة لأنه رسول الله فالله رد عليهم نفس الآيات لكن يخذون اللي يظلون أن حجة لهم يتركون اللي هو حجة أليهم إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام نعم وعن عيسى رضي الله وعن أفعال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحضر رجالي الله من حلالة والسبق عليه نعم ماذا فيه النهي عن اللجة المقصومة والمقاصمة الباطل وأن الإنسان يريد الحق يريد الحق ما يريد أنه يتغلب في الحجة ولو كانت باطلة المؤمن لا يريد هذا هذا ما يريده إلا أهل الضلال اللي إن بيّنت لهم الأدلة صاروا يتمحلون ويجبون أشياء وافتراضات من أجل أن يتغلبوا ويبرروا ما هم عليه من الضلال ويذكروا ما هم عليه من الباطل الرسول الله جل وعلا يبعب الألد القصم لأنه ليس قصده الحق ليس قصده الحق وإن ما يريد الظهور الحجة والقصومة ولو بالباطل هذا يبعبه الله عز وجل نعم وعن أبير رئيسة العمسان رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربع السفران أو نقع هالي من سلم ليماريه من الرمه أو ليماريه من سبحان أو ليصرف من يوم نفران سيني أو ليأخذ منه من أمر وعن الظالمين هذه الثلاث مرات يباهي به العلماء ويماري به السفهة يصره وجوه الناس لهذه مرات الرابعة ليأخذ به من الأمراء وهذه مصيبة يعني من أجل توظف يطلب العلم الشرعي من أجل يتوظف يطلب به الدنيا أو من أجل أن الأمراء يقدرونه ويعطونه المال لأنه عالم من العلماء فإذا كان هذا هو قصد الإنسان فهو في النحو لأن العلم عبادة تعلم العلم عبادة والعبادة يطلب بها تواف الآخر ما يطلب بها طمع الدنيا نعم وعلم لعبادة رضي الله وعلم لقوم سمعهم يتماعون بالدين كما عليكم أن لله عبادة أثناء حشية الله بإسرائيل صدق وإنهم لهم العلماء والمفقاء والسلحاء والسبلاء العلماء بعيها لله أيضا أن المحكيين تنزلوا عظم الله بصاحة مقوله وانتسروا حلوبهم وانتبطعت من جيتهم عند ذلك أستباعوا من ذلك تسارعوا من شاء الله في الأعمال الثالية يونهم لأنفسهم معهم المسلحين وإنهم لأنفسهم معهم المسلحين وإنهم لأنفسهم أعوية ومع الضعفين والسلطرين وإنهم لأبراهم مصراء ألا إنهم لا يستكتبون لأوحفرين ولا يخضرونهم بالقليل ولا يجلون عنهم بعملهم أينما لقيتهم منذون منفقون وإنهم رأيون وواهم أبون عليهم نعم هذا كلام عظيم من ابن عباد رضي الله تعالى عنه ما يصف فيه العلماء العلماء الذين هم من خشية ربهم مشفقون لأن العلم قسمان علم على اللسان فقط هذا يكون مع المنافق ويكون مع من يريد الدنيا أو من يريد الجدال والقصومة وهذا لا ينفع هذا علم لا ينفع بل يضر العلم اللي على اللسان هذا لا ينفع بل يضر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى على أمتي منافقاً عليماً لسان أما العلم النافع فهو علم القلب علم الخشية من الله الذي قال الله فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فإذا أعطي الإنسان علم اللسان وعلم القلب والخشية هذا هو العالم أما إذا أعطي علم اللسان ولم يعطى علم الخشية فهذا خاسر يكون من الصنف الهارك ولا ينفعه علمه إنما يكون حجة عليه يوم القيامة ثم إنه ذكر من صفاتهم أيضاً أنهم لا يستكثرون أعمالهم وإنما يستقلون أعمالهم ولو كانت كهيرة لأن حق الله أعظم فأنت لو نظرت إلى حق الله عليك ونظرت إلى عمل ماذا تجد عمل لو تذكرت نعم الله عليك وأن كل نعمة تحتاج إلى شكر وإذا نظرت في عمل هل يقابل هذه النعم تحجل والله تحجل فهم وإن عملوا وإن صلوا الليل وصاموا النهار جاهدوا في سبيل الله وتصدقوا يعتبرون هذا قليلاً لأنه في جانب حق الله قليل ما أعطوا حق الله الكامل وإنما أدوا شيئاً قليلاً هم لا يستكشرون شيئاً فعلوه لله عز وجل ولا يفتخرون به على الناس ويفتخرون على الناس بأنهم علماء بأنهم أتقياً بل يعتبرون أنفسهم من أقل للناس من أقل للناس عملاً وأدناهم من أقل لله عز وجل هذه صفة العلماء الصادقين نعم قال الله جل وعلا والذين يؤثون إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤثون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذه الآيات يا رسول الله أهؤلاء هم الذين يزنون ويسرقون ويخافون أن يعاقبوا بذنومهم قال لا يمنف الصديق هؤلاء يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم أخافون أن ترد عليهم أعمالهم نعم قالوا أكثر وصنعهم من يتجادا هؤلاء قوم ملوا العبادة فقد تعاينهم فهلوا أفضل فرعهم فتجلهم نعم هؤلاء قوم ملوا العبادة اشتغلوا بالجدل والمناقشة وتركوا العبادة لأن لما تركوا العبادة انصره إلى الجدل لو اشتغلوا بالعبادة ما انصره إلى الجدال والمناقشات والمغالطات نعم هؤلاء خف عليهم الخوف خوف الله عز وجل القول نعم خف عليهم الخوف وهو الجدل والقصومات يعني يتجادلون يمكن كل النهار يتجادلون ولا منهم يعني يجتمع مرة ذالية ولا يملون من الجدال لكن العبادة يملون منها يملون منها نعم قل ورعهم يتكلمون سبب انهم اشتغلوا بالجدل والكلام انهم ما عندهم مرعا ولو كان عندهم مرعا لعلموا ان الله جل وعلا يسجل عليه الخلال قال تعالى ما يلفع من قوله إلا لديه رقيب عثيب يسجل الأقوال كله ليصدر من الإنسان يسجل عليه فلو تنفكروا هذا قللوا من الكلام إلا في طاعة الله عز وجل نعم نعم يتكلمون وإيضا مما يتعلق بقوله قل ورعهم وتكلموا اللي يتكلمون في الأحكام السرعية والفتوى بدون تكثبت بدون روية هذا من كلة الورع لو كانوا عندهم ورع ما تساهلوا في الفتوى والتحليل والتحريم هذا من أشد لما يتركب على قلة الورع القول على الله بلا علم نعم أحسن الله إليكم أهدو طبيعة الشيخ على سائل يقول نعم يكثر العلماء من بعض القراء من يطلب العلم لديهم ومن يطلبون دروس العلمية الآن ما أظن إن شاء الله اللي مضمون دروس علمية في هذه البلاد إنهم يكثرون العلماء هذه مجادة هذه القول ما أظن إن طالبة العلم والعلماء في هذه البلاد لمضمون دروس أو نضمون دورات علمية إنهم كما وفقهم السائل إنهم يكثرون العلماء إذن ما الفائدين صاروا يكثرون العلماء من أين يعلمون الناس من أين يدرسون الناس نعم من أين يكثرون العلماء أن تقرأ Un اللي فيها خلاف هذه ما يقرأ فيها إلا المتمكن في العلم الذي يعرف القول الصحيح من القول الخطأ أما المبتدي فلا يقرأ في هذه العلم وإنما يقرأ في الكتب المختصرة التي تمشي على قول واحد وليس فيها خلاف حتى يتأصل عنده العلم ويكون عندها محصول ثم بعد ذلك يتدرج إلى كتب الخلاف بعد ما يكون عنده حصيلة من العلم أما أنه يجي مبتدي ويقرأ في كتب الخلاف هذا يضيع يضيع بين الخلاف ويتحير ولا يدري أين يذهب نعم الله وبركاته الله وبركاته ما قال هذا أحد من المسلمين إنما نستوى جلس من يقول هذا نحن ما نقول إلا ما جاء في القرآن والسنة استوى على العرش نقول استوى على العرش كيف استوى نقول الله أعلم لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى فنحن نفكت الاستواء ونعلم أن معناه العلو على العرش معناه العلو على العرش لكن كيف استوى نقول ما ندري الكيف مجهول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة عن الكيفية نعم أي حديث الرد على أهل القطى والضلال والأهواء هذا من أفضل القربات وهو من تصحيح العلم ورد الباطل لكن لا يقوم بهذا إلا عالم إلا عالم متمكن أما المبتدي وأما المتوسط من طلبة العلم فلا يصلح أنهم يدخلون في الرد لأنهم قد يسيئون أكثر مما يحسنون نعم الردود لا يتولىها إلا أهل العلم نعم أن ما ضيعنا الآن إلا هالردود التي كثرت أصدر منه ناس ليسوا أهل العلم لو أن هذا صادر عن أهل العلم لكانت هذه الردود مفيدة علميا نعم محمد المسلم نعم 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 مذاكرة العلم وتدارس العلم هذا طيب وهذا ما يسمى مجادلة هذا يسمى مدارسة المجادلة بالباطل وجادلوا بالباطل هذه المجادلة المنهومة المجادلة التي تكون بالباطل أما المذاكرة والمدارسة وطلب التوصل إلى فهم المسائل هذا شيء طيب نعم 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 خونك تنتظر حتى تتزول منه هذا شيء طيب ولكن أدى منكم تخرج من الجامعة ومررت بمراحل الدراسة ودرست المقررات فالذي يظهر أنه صار عندك حصيلة من العلم إن شاء الله تدعو وتعلم بقدر ما تعرف والذي يشكل عليك الذي يشكل عليك لا تدخل فيه أما الشيء الذي تعرفه يتذبت منه فقل به وانفع الناس به نعم القبيلة أرضها يعني مملوك شركاء إذا الناس من الشركاء أوقفوا شيئا يملكونه لا بس بذلك أما قبيلة كرياتا ما تتصورنا قبيلة تشترك بملكية شيء لكن أفراد أفراد أو بسرة تشتركون نعم نعم هم جاءوا ما دام جاءوا لصلاة التراويح هو المقصود من الجنة توفير الخروج عليهم مرتين فما داموا جاءوا يصلون التراويح فإنهم يصلون التراويح لكن صحيح أنهم يصير لا مانع من الجمح من أجل المطر يصلون بعد هذا التراويح يصير القروض مرة واحدة للصلاة والتراويح لا مانع من ذلك لكن تكون التراويح بعد صلاة العيشة يصلون المغرب يجمعون معها العشاء ثم يصلون التراويح نعم لأن الجمع رخصة في مثل هذه الحال نعم إن دخل المسجد يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطف أمره أن يقوم فيصلي ركعتين ينصلي ركعتين لكن يخفف خفف الركعتين حتى يتمكن من استماع الدرس أو استماع الخطبة أما أنه يجلس بدون صلاة ركعتين لا إلا إذا كان وقت نهي مثل بعد العصر بعد البجر هذا وقت نهي لا يصلي تحية مسجد ولا غيره يجلس أما إذا كان الرقمه وقت نهي يصلي ركعتين حفيفتين تحية المسجد ثم يجلس نعم صلى الله عليه وسلم نعم ركعتين محاضرة وقت نهي ما يقول عداء سلم ركعتين 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 محاضرة الرافدة لا يتحيط يستمع لدرس أو المحاضرة أو الموعدة أو إذا فرق يقول يتقل الرافدة لا يتحيط كيف كان لديه أراضي جدا ولن يكون مدكي على المال منه بعد الثلاثة وانتباع فيه يدكي على المعاد إذا كان ناويها للبيع المدة هذه السنوات الزكاة واجبة فيها كل سنة فيقومها كل سنة بما تساوي يقومها السنة الأولى كم تساوي السنة ثانية كم تساوي السنة الثالثة كم تساوي ثم يجمل ما يجب السنوات ويخرجه دفعة واحدة نعم أما الزكاة فليس هي الزكاة لأن مصرفه مصرف الزكاة أعمال الزكاة وأما أنه يضيعه ويشتريبه هذا يراجع القاوي يعرض عليه الوثيقة ويسأله عما يحتاج لنعم عليهم يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب سواء أدرك الجماعة في المغرب أو ويسأله علي صراحة المغرب يصليها بعد العصر نعم يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب ناجم من الترتيب نعم هذا السائل من الترتيب لبعض الطعوات الضغرية كيف تقول أنه من المتشددين يعني يعني وهو من المتساهلين نعم إلى قالمة التمية من المتشددين نقول أنت من المتساهلين سبحان الله لم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر شيخ الإسلام من التمية المعروف بالجهاد والاعتدال ونصرة السنة وقمع البدعة يتنقص هذا من الانتكاس وكما قال المعر يقول إذا عير أسا إذا عير الطائية بالبخل مادر وعير أسا بالفهاهة باطل إلى أن قال فيا موت زر إن الحياة رخيصة ويا نفس الجدي إن دهرك هازم فإذا تنقص أهل الغذالة وأهل السفالة تنقصوا أهل العلم تنقصوا الأكاذر من المسلمين فهذه علامة النقص وعلامة الرداءة وعلامة الانحطاب نعم يعني يجي واحد يعير يعير حاكم بأنه بخير ولي يعيره مادر أبخل الناس ولا يجي واحد ما يحسن الكلام ويعير باقل يعير قس بن ساعدة الخطيب المشهور المطوّف وباقل هذا ما يستطيع يتكلم ويعير باقل يقول أنه عنده فهاها هذا من علامة النقص أن الناقص يعير يعير الفاضل وأبونا البحفري أو أبو تمام يقول إذا أتك كما دمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل فهذا يفيد بن تيمية فضل تعيير هذا في سفير يفيد بن تيمية فضل نعم أحسن الله إذا دخل المصلى في صلاة الغاب والعيد فهي صلي رفع حيث في المسجد لا مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد ليس له تحييي وهذا من ناحية الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها فلا يصلى إلا صلاة العيد في مصلى العيد نعم إذا نسي إذا نسي سواء نافلة أو فريضة إذا نسي وشرب أو أكل فالصيام صحيح على صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلتم صونه إنما أقعمه الله سقاه نعم مخير إن كان ما تشب على أحد ولا تشوش على أحد فأن تقرأ جهرا وإن كان تتشوش بجانبه أقرأ سرا نعم 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 ورد النهي عن الاتكاء على اليد ورد النهي ورد النهي نعم نعم أسوار المسجد من المسجد ما يحوش جدار المسجد فهو من المسجد ولا يجوز البيع لما يباع خارج المسجد خارج جدار المسجد نعم خارج صور المسجد نعم لا يجوز لها ولا للجود تصرف في مالها وهي حية إلا بإذنها وإذا كانت ما عنده فكر ولا تعقل يراجع القاضي ليوكل وكيلا يحقظ مالها وينميه بما يصلحه ولا يتصرف إلا من عند القاضي يوكل وكيل يحقظ هذا المال وينميه بما يصلحه وما يفيده نعم ولا يتصرف منه لكن يخرج منه الزكاة حقا يخرج الزكاة الواجبة نعم فدي وخير بين ثلاثة أمور إما ذبح شاك في مكة أو يطعام ستة مساكين في مكة أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان أما إذا كانت لبسة الكفازين الناسية ولما تذكرت خلعتهما ليس عليها شيء نعم لا يحلف على القرآن هذه عادة سيئة القرآن لا يتخذ للحلف يحلف الإنسان بدون القرآن ويصدق في حلفه ما يحلف كاذبا ولا أما القرآن فليس هو فلا يستعمل في اليمين ولم يقل هذا فيما أعلم أحد من أهل العلم أنه يحلف على القرآن وإنما هذه عادة في العوام نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم